الزراعة الأورجانيك يعني شايفين الأمراض وظروف اللي حصلة في العالم والأخطار دي كلها فأصبح فيه موجة في العالم كله مش بس في مصر هي موجة يعني أو توجه هو توجه الأورجانيك يعني الحاجات الطبيعية المزروعات اللي ما بيستخدمش فيه زراعاتها السماد تقريبا كلها حاجات عضوية وكلها حاجات صديقة البيئة ولا تسبب أي أمراض معنا الحقيقة شخصية وقامة عظيمة جدا يعني هو الدكتور محمد فتح سالم أستاذ الزراعة الحيوية وصاحب مبادرة تعميم الزراعة العضوية وليه جهد كبير جدا الحياة في هذا المجال أكتر من 30 سنة دكتور محمد مساء الخير أهلا بسياتك أهلا بيك عمر بيك أهلا وسهلا أرجوك يعني قلنا فكرة تعميم التجربة دي من مساحة صغيرة لمساحة أكبر نقدر إزاي نعمم ده وبدل ما بس في المنوفية عند حضرتك تمتد إلى باقي المناطف الجمهورية بسخوركم على عرض الموضوع بالأهمية بمكان لمصر دلوقتي حرك تعلم يا عمر بيه دلوقتي إن احنا عندنا في مصر شرطج في إنتاج الغذاء نقص طبع تعمل جدا في إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية على رقصها الأمحة مثلا على رقصها محاصيل الزيوت على رقصها محاصيل الأعلاف المبادرة اللي احنا تبنيناها دي خلاصة دراسة وغربة وسفر ما يقرب من 30 عام اللي عملناها عمر بيه بإجاز خالص إن احنا وطننا الزراعة الحيوية في مصر بحيث إن المجارع البسيط جدا اللي هو يمتلك أراتين وثلاثة واربعة وحرك تعلم تفتت المساحات في المنوفية وبرضو نقلنا دل لمساحات كبيرة جدا في الأراضي الإصلاح أو أراضي المتسمرين في ماطق الصحراوية سهل يا دكتور محمد تعميمها واستخدام الزراعة الحيوية والتخلي عن المبيدات ده سهل هل ده في الإمكان ولا مكلف بالنسبة للمجارع اللي خلاص تعود على السماد والكماوي قد يكون أحد قصص نجحنا إن احنا عمر بيه تكلفنا بالمقارنة بالزراعة الكيموية طربوا من 60% ل70% مقارنة بالزراعة الكيموية أرخص والإنتاجية تزيد عن الضعف بمعنى إن ممكن مثلا هدى علىك مثال فدان الأمحة في مصر آخر 7-8 سنوات انتاجية الأمحة 14-16 إرداب ده متوسط الأرقام اللي طالعها من وزارة الزراعة أو مع البحوث الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة اللي عملناه كان بياخد كم شكارك كيموية مثلا خلينا فدان الأمح بياخد متوسط من 4-5 شكار كيموية يوريا ونطرات نشادر والمزارعين ما يعرفوش يقولوا على الكيموية ده اليوريا ونطرات وشكارة الملح ده التعبير الدارج عند الفلاحين لأنهم ما عندهمش دراسة أو علم كافي أن الأرض دي عايزة 15 عنصر سمادي يعني ولا فلاح في المزارعين دلتا يضيف مثلا عنصر بوتاسيوم أي أنصر بوتاسيوم ما بيضيفش عنصر انتروجين بس فوسفور على استحياء قوي 4-5 شكار في السنة كلها وما بيدوبش في التربة يعني لأسف احنا نضيف سوبر فوسفات بكيمية كبيرة وملوش قيمة مضافة في التربة اللي عملناه أن خلناها الزراعة الحيوية ما يقرب من 60 في المهم التكاليف دي وتاعلوا عن 25-26 أردب م شاء الله فخلنا كأن الأراض بيجيب أردب وزيادة وده عند الفلاحين قصة كبيرة جدا طبعا وعند الدولة ككل الموضوع في غاية الأهمية وعند الدولة ككل أكيد يعني طيب هل مركز البحوص الزراعية وزارة الزراعة الجهات المعنية هل حركة تواصلت معاهم عشان طرح هذا الإنجاز أو هذا التحول اللي حركة عملته آه فيه يعني فيه تواصل مع وزارة الزراعة وبعض الناس محترمة جدا في وزارة الزراعة على رأسها وزير الزراعة المفروض أنه عارف مبادرتنا وعارف حين نشتغلت داي برغم أننا عندنا عمري بيمش أخف عليك يعني في مصر كلها بعض المشاككين في الأرقام وأنا دايماً أقول لهم انزلوا وشوفوا انتجربنا عرض الواقع ولكن يعني الأمر تحت نظر وزارة الزراعة بشكر آه وبشكر من هنا من المبادرة دي حكومة الإمارات يعني أنا بشكر حكومة الإمارات لما جاتوا غطت شغلنا عرض الواقع عن طريق شبكة الانتوازيون الإماراتي الرسمية وتقول إن ده لا وإحنا إن شاء الله كمان لا إحنا إن شاء الله أوعد حرك بإذن الله إحنا كمان نكون معاكم وإن شاء الله نطمن إن هذه التجربة يتم تعميم أنا بشكر سيادتك شكراً جزيلاً أستاذ دكتور محمد فاتح سالم وأستاذ الزراعة الحيوية في هذه التجربة الحقيقة لمبادرة تعميم الزراعة العضوية وتقليل استخدام السماد أو الكماوي في الزراعة شكراً جزيلاً لحضرتك